على الشاعر وعلى الشاعر أن يرصد الجمال بس يعني يتفضل علينا الشاعر ويكتب لنا بس يعني بس يحكي لنا يقول شاف إيه في الفراء وشاف إيه في الحب وشاف إيه في المواطن عشان إحنا قلبنا يتواجع عشان إحنا نسمع وإحنا بنفرق نقض نعاير وإحنا بنحب نقض من البسط العياد ده فعل جيد العياد فعل جيد طبعا من ثاني من الدرجة الأولى يعني هو بيريح بس مش دايما وفي سعادة وفي فرحة دموع بتبقى عن نفس مش عالي راح تبقى أنت بتعيط على اللي أنت عملته في نفسك بتعيط على التنازلات اللي أنت عملتها أنت سمحته هو بيخون سمحته هو بيكذب سمحته هو بيغلط فالقصة خلصت وخلصت وشخص من الاتنين متاخد منه كتير ففي دموع بقى مش عليه على نفسه بس دي حلوة خلي بالك تفريغ طاقة والله يعني أنا الجمهور بتاع حفلاتي بيجو ويحضروا يعيطوا يروحوا زي الكل يفرغوا شحنة وإيه دا؟ آه إحنا خلاص فكنا بقى كان فيه كلام ما تقالش قلناه ويطلعوا من الحفلة مبسطين أعتقد أنهم مبسطين ما عرفش بيأملوا إفنفسهم بس أنا أعتقد لا أكيد بيهم مبسطين ما كانش الفيو بأكده عندك لا الحمد لله وحتى جمهور الحفلات أنا أولا لما بشكرهم أنا أحابة بستغل فرصة أنا معيك كمان شكرهم والله على أنهم طول الوقت موجودين أشكرهم على أنهم بيحضروا في المسارح بيعودوا في أماكن بعيدة حتى في المسرح في آخر المسرح الناس دي بيسمعوا من أي مكان فآه طبعا أوقات أنا كده بقول لنفسي يعني الحمد لله أن أنا شايف نفسي أعمل كده بس فكرة أن أنا الكلام اللي بقوله عن نفسي يبقى منهج وناس تحبه وده دي حاجة ملهمة جدا ده نجاح جدا جدا ومليهم يعني الصراحة